السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين عالم نجمة مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يارب اليوم ان شاء الله وفي اطار المملحات الرمضانية غدي نوجدوا مع بعديتنا دي سيغاغ بواحد الحشوة رائعة جدا متشمعوش منها سيغار بليزي بيناغ والسلمون المدخن كيجيوا رائعين مقرمشين واهم حاجة انهم كيجيوا لدادين بلا ما نطول عليكم دوزو نشوفو المراحل وطريقة التحضير بسم الله على بركات الله نبدو احبائي غدي ناخد واحد المقيلة نوضع فيها القليل من زيت الزيتون وغدي نضيف فيها واحد ثلاثة ديال دوصة ديال تمام مهروسين خديت واحد جوج ربطات ديال اللي زيب بينا خسلتهم مزيان بطبيعة الحال وحيتليهم داك العرق او النباتة اللي كتكون في الوستاحتي اللي كتلق الماء في الطياب وقطعتهم الى قطعة بطبيعة الحال عتخليهم حتي ينشفو مزيان غدي نضيفهم في هاد المقلة وبخيطتكم عندكم كمية كبيرة يعني هما دغيك يصهدوا مع السهد دغيك ينزلون عتوقوا وضيفو شوية بشوية واهم حاجة اللي كتلدد هاد لي زيب بينا اننا العطرية اللي ضيفت لهم هي القليل من الملحة شوية معلقة صغيرة ديال اليبزر وغدي نضيف لهم كذلك واحد ملعقة صغيرة ديال بودرة ديال تومة كتعطيها واحد لبنة رائعة صراحة غدي نشحرهم زيان حتى كيتابو واهم حاجة اهم حاجة في الطيب ديال الي زيب بينا ان العفية تكون مجهيدة ما تكونش ناقصة حيث اذا كانت ناقصة غدي تلقو المياهات بزاف فحاولوا تجهدوا عليهم العفية وهما الدغيك يتعبوا غدي نحيدوهم من على النار وغدي نوضعوهم في شيئينة وغدي نتأكد بانا حيث انا قصصتهم ما بغيتش حيث كانوا عندي الوريقات كبار وما بغيتش يعني في الحشوة يعدبوني حاولت نقصصهم بالمقاس هيدا نتأكد بانا كل شي عندي صغير وغدي ندفليهم اهم حاجة اللي كتلددهم هو الرباة حاولوا تزيدو المعدنوس والقصبور تقريبا واحد ربيتة ربيتة صغيرة وتقصوها ويكونو طريين يعني ما يكونش من القنجلاتو كيعطيهم واحد لده غزالة صراحة نخليهم على جنب حتي بردو غدي ندوزو باش نوجدو لاسوس بي شاميل دينا وشي كيعرفي وجد لاسوس بي شاميل أنا هدي الطريقة اللي كنوجده بيها خليت واحد ثلاثين جرام ديال الزبدة خليتها احتى الدوب على النار مهيلة وضيفت عليها ثلاثين جرام ديال الدقيق الأبيض وغدي نخلطها مزيان يعني في حالي كنقليو هاداك الدقيق في ذاك الزبدة ومن ثم غدي نبقاو نضيفو تقريبا نصف ليتر ديال الحليب عمقا نضيفها شوية بشوية ومع التطريب المستمر يعني ضروري معا تبقاو تحرقو ما تغفلوش عليه لانا إذا غفلتو عليها را كي تقاعد هاداك التحين في القاعو وكي تتحرق لكم غدي نضيف عليها واحد ملعقة صغيرة ديال ليبزار وملعقة صغيرة ديال بودرة ديال التومة وغدي نتحرك مزيان يعني نستمر في التحرك حتى يعقدنا هاداك الخالط غدي نضيف عليها واحد القليل من شوية المعدنوس وشوية القصبر قليل من الربع وغدي نضيف عليها واحد كمية ديال جبن الموزاريلا كيبقى على حسب المتوفر ماشي شي حاجة مفروضة شحال الكمية يعني على حسب الموجود خديت السلمون المدخن اللي ما كيعجبوش السلمون المدخن ممكن يعودو بسلمون يعني فراش يدير عليه شوية المليحة شوية اللي يبزار شوية الزيت ويدخلو الفران شوية يسهد تقريبا واحد ثلاث ساعة ويجبدو وينقيه يعني يقطعو الى قطع صغيرة في حال هاكا المهم انا قطعت هذيك الشريحة ديال السلمون المدخن انا صراحة ان كيعجبني هاد المدخن كيعطي واحد المادق الليديد في الليزيبيناء او في الحشوة بصفة عامة غادي نضيف عليها هادوك الليزيبيناء اللي حضرناهم من قبل وبطبيعة الحال كيكونوا باردين يعني ما اضيفهم شوهو مسخان وغادي نضيف واحد جوج مربعات ديال الشعرية دلروز خديتهم ورقتهم في الماء سخون تقريبا واحد ثلاثة دقائق حيتهم وقطعتهم بالمقاسة او لدوزهم في الهاشواغ على حسب اللي بغيت انتوما هنخلط المكونات مزيان مع بعديها تحتها تنساجم وغادي ناخد هادوك اللاسوس بيشاميل اللي وجدتها غادي نضيف تقريبا واحد الكمية ديال كس اللارب هيدك ما ضيفتش انا بزاف لانني الحشوه بغيتها غيت تبنن بهاد اللاسوس بيشاميل يعني ما تكتروش في اللاسوس بيشاميل بزاف حيت بش ما مطلق لكمش في في الورقة وتفزقها لكم يعني حاولو غيت خلطو الحشوه وسافي غادي نمرو باش نعمرو السيغار ديالنا خديت الورقة الكبيرة تقريبا الكمية اللي حتاجت نهد السيغار اللي دخلتني في هادو الورقة كيلو الا اربعة ديالكمية اللي حتاجت انا المهم قطعت الورقة الى نصفين من ثمه الى اربعة خليت الكمية اللي غا نحتاج بها والبقية يعني غطيتها بالبلاستيك غدائي هنبدأ نفسخ الوريقات على بعدياتهم وانا كندهنهم بالزيت وواحد شوية زبدة مدوبة وغادي ناخد الوريقة اللي غا نعمار انا اخد شوية ديال الحشوه انا هدية الطريقة ديالي باش كنصيب بها السيغار كي يجو طوالين كيجو طوالين وفي نفس الوقت كيجو يعني حتى في المنظر رائعين والحشوه اذا كنت كنقليهم او لا دايرهم في الفران ما كيترتقوش وما كتخرج ليش منهم الحشوه كنلوي هادوك الجوانب وكندخل هادوك اللودينات ومن بعد كنشد ديك الورقة اللي باقى كيف ما كتلاحظوا يعني الفيديو راشا راح نفسه انا حاولت نتقل يدي باش تشوفوا طريقة كيفاش كنعمل وكنبدأ اللوي في السيغار ديالي وانا كنحاول يعني بحالي كنزيرهم وما كنزيرهم مش بزاف يعني باش ما يبقوش مرخوفي اذا بغيتو دهنهم بشوية او تلسقوهم بشوية ديال الطحين مع الماء ممكن فانا كن دهنهم بشوية ديالزبتة لانا عنديرهم في الكنجلاتور الكمية عنحتفظ بيها والكمية بطبعة الحال عنقليها باش نوري لكم النتيجة النهائية سوف نبدأ نعمر في هادوك السيغار ديالي حتى نكمل الكمية كاملة هاد هي الكمية اللي اعتتني انا طريقة الاحتفاظ ديالي في الكنجلاتور انني كان اخد هاد اللي بوات هادو صراحة ما كياخدوش الاسباس رخاصين بزاف وما كيعمرو لكمش الكنجلاتور خصوصا الانسان اذا كان عندو الكنجلاتور صغير انا عزيز عليها هاد لي بوات هادو ما كياخدوش ميسها وفي نفس الوقت خفافين وكيهزو يعني ما تقولوش انهم صغارين را ما كيهزوش كان بداء ندير في الطبقات وكان فرقهم بورق الزبتة سوف هي هاد هي الكمية كيف ما كتلاحظو تبارك الله يعني بواتها كتهز تقريبا ما يعندي واحد ما قدرش نقدر لكم بالكيلو وليني هزت لي ما شاء الله غادي نمرو باش نقليو اللي سيغار دينا انا قليتهم بطبيعة لحال الزيت كتكون سخونة باش كي يتقلوا وما تحطوهمش في الزيت باردة اذا بغيتوا تديرهم في الفران ممكن لكن انا كنفضلهم قليين كييجيو مقرمشين وكيجيو رائن جدا رفقتهم بواحد لاسوس اللي درت فيها واحد ميلقة ديال مايونيس مع السرسة الهريسة ستاغ كتعطيها واحد المدق الليد وممكن ترفقوها بلاسوس سوجة او اي سوس مرافقة اللي كتعجبكم كتتمنى الفيديو ديال اليوم اينا الاعجاب ديالكم ما تنسونيش من اللايك من التعليق المحفزة شكرا لكم على المتابعة والتتبع الى فيديو قادم ان شاء الله خليت لكم الراحة احبائي شكرا لكم